اشتركوا في القناة لا انه المدخل السليم اثيم محاربة الفكر المتطرف وبدوره اشاد رئيس النجس العالمي لتسامح والسلام بالمبادرات العديدة التي اطلقها البرلمان العربي مؤخرا خاصة اطلاق المرصد العربي لحقوق الانسان واكدا على انه يمثل الية عربية هامة لتعزيز منظومة حماية حقوق الانسان في الدول العربية والدفاع عنها اشتركوا في القناة